السلام عليكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات جوابا على سؤال أحد المتتبعين سوف أصور فيديو لكي أشرح وظيفة هذا الجهاز بعد أن استعدته من الخردة يقول هذا المتتبع أعتذر من حضرتك وأرجو أن تقبل ملاحظاتي كنت أنتظر شو في الجهاز لما يشتغل أو أعرف وظيفته شو بيعمل ولكن الفيديو مجرد تنظيف غبار وتقليب صفحات كتيب استخدام أنا ما عرفت جهاز شو بيعمل حتى إذن نزولا عند رغبتك سأجيبك بهذا الفيديو وأتمنى أن يجيب على كل تساؤلاتي هذا هو الجهاز بعد تنظيفه لاحظوا معي لوحة المفاتح لأن وجدت هنا مشكل بلوحة المفاتح هو هذا الشريط أو هذه الأسلاك مقطعة من هنا ولا يمكن تلحمها أنا الآن سوف أريكم كيف يعمل هذا الجهاز وسوف أحاول ربطه مع التلفاز وتشغيله إذن نبقوا معنا إلى آخر لقطة في الفيديو إذن هذا هو المعالج أو بروسيسور ثم هناك هنا يعني مخارج ومداخل إذن هذا هو موديلاتور هذا هو موديلاتور كما هو مكتوب هنا إذن هو يمزج الصورة والصوت في آن واحد لكي يعطينا هذا المخرج لكي نستطيع أن نشغله في التلفاز التلفاز كان بالأبد والأسود الآن أغلب يعني أجهزة التلفاز كانت بالأبد والأسود هذا مخرج خاص بالمايك ثم هذا مخرج خاص بالصوت ثم هذا من طبيعة الحال للتغذية 9 فولت الآن أنا استعملت هنا 9 فولت كما تلاحظون لتغذية هذه البوردة أو هذا الجهاز هذا الجهاز مشكله الوحيد هو في لوحة المفاتيح سوف نحاول تشغيله كما كنا نشغله في سنوات التسعينيات أو أواخر التمانينيات أنا الآن سوف أربطه بجهاز تلفاز قديم هذا جهاز ملون جهاز ملون سأرتي أو يعني بأتيب كاتوديك سأرتي تيفي سوف أشغل التلفاز هناك طريقتين لتشغيل هذا الجهاز مع التلفاز الطريقة الأولى هي البحث عن القنوات حتى نجدها سوف نبحث عن القنوات حتى نجدها يعني جهازنا على الشاشة حتى يظهر مؤشر هنا على الشاشة والطريقة الثانية هي التي سنبتكرها بعد قليل هو ربط التلفاز عن طريق AVE IN أو مدخل إشارة الفيديو سنحاول استعمال الطريقة الأولى هذه الطريقة تستعمل في الأجهزة القديمة كما كنا نربط أجهزة قراءة أشرطة الفيديو وأجهزة أخرى كانت تربط فقط مع يعني مع مدخل الأنتينا لم تكن هناك مداخل للفيديو المباشرة AVE IN أو SCART IN أو شيء من هذا القبيل كانت هذه الطريقة الوحيدة يعني لاستعمال أجهزة أخرى أو ربط أجهزة أخرى مع التلفاز عن طريق الأنتينا عن طريق مدخل الأنتينا وأعتضر عن جودة الصورة لأن هذه الأجهزة كانت تعمل ب 25 صورة في الثانية في حين أنا أصور الآن ب 30 صورة في الثانية أعتضر منكم عن جودة الصورة إذا الطريقة الأولى لم تفلح معي سوف أحاول أن أربط هذا الجهاز بمدخل الأرضي أو مدخل الفيديو مباشرة إذن سوف أربط أو ألهم سلكين سلك مخرج الفيديو ثم سلك الأرضي ثم أستعمل هذه الفيشة غالبا ما يكون لونها أصفر أنا عندي هذا اللون لون أحمر نلاحظ أين لحمت أو قمت بتلحيم هذين السلكين سأستعمل هذه الفيشة وأربطها من وراء التلفاز هنا مكان اللون الأصفر يعني مدخل الفيديو ثم سنحاول أن نلتقط جهازنا على التلفاز لاحظوا معي FV إذن سوف نبحث عن مؤشر أو عن رمز سوف يظهر على الشاشة ليبين أن هذا الجهاز مستعد يعني للعمل إذن هذا هو الحرف الذي يدل على أن الجهاز مستعد لتلقي التعليمات عن طريق لوحة المفاتيح كما تلاحظون في أسفل الصور على اليساركم يعني أن الجهاز مستعد لتلقي التعليمات وبما أن لوحة المفاتيح معطلة سوف نربط هنا خيطين يعني بشكل عشوائي لنكتب شيئا ما على شاشة التلفاز هذا لكي أتبت لكم بأن هذا الجهاز شغال ويمكن كتابة أي برنامج هنا أنا لا أتوفر على لوحة مفاتيح يعني تلائم هذا النوع من الحواسيب التي تمكن الإنسان من التدرب على لغات البرمجة خصوصا البازيك لغة البازيك وهي أقدم لغة في عالم المعلوميات أو عالم الحواسيب والتي تمكن من يعني إعطاء تعليمات للحاسوب لكي ينفذ برامج حسب رغبة المستعمل والهدف من هذا الجهاز بالصفة عامة هو يعني إعطاء الفرصة لهوات المعلوميات والبرمجة لكي يتدربوا بشكل مستمر على لغة البرمجة لغة البازيك بأقل تكلفة دون الحاجة إلى شاشة حاسوب أو يعني قرص صلب إلى آخره ودليل المستخدم لهذا الجهاز يحتوي على أمثلة كثيرة يعني أمثلة لصنع لعبة مثلان أو برنامج للتسلية إلى آخره ويمكن الهاوي من الابتكار لاحظوا معي كتبنا هذه الحروف بشكل عشوائي إذن هذا الجهاز لا يخصه أو لا ينقصه سوى لوحة المفاتيح تركب في هذا المكان إلى هنا أصل إلى نهاية هذا الفيديو أتمنى أن أفيدكم ولو بقليل شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله شكرا على المشاهدة